بعيدة بقى عن الجزء الصحي ده ممكن نقف مع حضراتكم عند اخر خبر ليه علاقة بقضية تغايل المناخ لانه كل يوم الحقيقة بقينا بنكتشف حاجات مستجدة على هذا الكوكب والعالم والدول العالم بسبب قضية تغايل المناخ اللي كان بيتم التحذير من اللي بيحصل النهاردة من عقود من الزمن انما لم يكن الاهتمام بالقدر الكافي واحدة من الحاجات اللي كانت ملفتة ملفتة في اوروبا صور تم التقاطها بالاقمار الصناعية اللي وصفت في الصحف الغربية بانها بتنم عن كارثة مناخية جرت العادة انه في جميع انحاء اوروبا القمم الجبال العالية في هذا التوقيت من الزمن مع فصل الشتاء اللي بدأ بيبلونها بيض ليه؟ التلج بيغطيها صور الاقمار الصناعية بتشير الى انه اللون مختلف دلوقتي هذه القمم العالية والتلال المفترض ان هي تكون مغطاة بالجليد في هذا التوقيت مش مغطا بالجليد وتم الاشارة الى انه موجة الاحترار اللي بيشهدها العالم اللي بتؤدي الى ذوبان الجليد بصفة عامة قدت الى ذوبان الجليد فوق مرتفعات اوروبا يعني اوروبا في هذا التوقيت بالفعل وانت طير بالطهارة وانت طير بالطهارة شوفوا المشهد مختلف ازاي؟ ما هو على اليسار ليس ما هو على اليمين جبال القلب على سبيل المثال المشهد اللي موجود في ديسمبر 21 مش هو ابدا اللي موجود دلوقتي في مطلع 20-23 بسبب تغير المناخ اللي ادى الى زيادة الاحترار ده بيحصل في اوروبا اللي حضراتكم شايفينه اللي هو على النقيد الناحية التانية تيجي تنظر الى الدول اللي معتاد فيها انه ممكن يكون في موجة سقيع بس مش تحيك كنت تشوف فيها تلج قبل كده زي مثلا دول الخليجية زي الكويت على سبيل المثال تلاقي ان المشهد اختلف هناك دلوقتي بقى التلج ينزل في الكويت وما يبقاش موجود على قمم جبال القلب وقمم الجبال في اوروبا كل ده واحد من تأثيرات تغير المناخ خلي بقى لحضراتكم هالقصة انا مش بس انه شوية تلج ساح على قمم الجبال ده بيترطب عليه حاجات كتير جدا ترطب عليه تغيرات كبيرة ترطب عليه تحديات كبيرة اللي بالمناسبة بعض الاماكن في اوروبا اللي جرت العادة انها بيكون مغطاة بالجليد فبيروحوا بقى يعملوا فيها سكينج ومش هتزلج والكلام ده كله مغلقة بعدها تم اغلاقه ليه؟ ما فيهاش الجليد المعتاد فاحنا بنشوف دلوقتي بصفة عامة كده وبصورة مبسطة تلاقي انه الحر بقى بيزيد في اوروبا وتلاقي انه نمط الشتاء بقى مختلف في الدول اللي لم نعتاد ان احنا نرى فيها تلج وبتاعه الكلام ده كله تغير المناخ قضايا كبيرة فأتمنى بعد الكوب 27 العالم يكون اتنبه بشكل كبير جدا عشان يكون فيه تحرك حقيقي لمجابهة هذا التحدي اللي اصبح بالفعل موضوع حياة او موت لهذا الكوكب نهاية غم صح معلش بس يعني احنا بنحظر عشان ناخد بالنا من القامة الجاية لكن في كل الاحوال ان شاء الله اللي جاية احسن في كل حاجة في الاقتصاد وفي ظروف الطقس وربنا اجعل يعني ايامنا كلها امور طيبة واجابية وبهجة وسعادة على الجميع اشتركوا في القناة